لا ضاك صدري نحر تثليم تراه شرق عن الديرة فيه رز مصري وتمر زين وفيه كياس ملح عن الغيرة بيتاني من الشعر خلد لنا ثليم ما قصة ثليم لما ضاقت الجزيرة العربية بالجوع وما جى الناس جهدا وبلاء وعناء ومشقة سافر من سافر وعانى من عانى فتح كثير من المحسنين مجالسهم ومظايفهم لإعانة الفقراء والمحتاجين وكان من أجل تلك المظايف والمجالس التي فتحت وشرعت أبوابها للناس مظيف الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى المعروف بثليم في الرياض فهنا الشاعر يصور لنا ما كان يجري في ثليم فكان يذبح يوميا من الخراف خمسون خروفا ومن الإبل كانت تنعر خمس من الإبل بالإضافة إلى طعام مختلف وشراب متنوع حتى وجد الناس حاجتهم في ثليم فخلدت تاريخ والشعر لنا إثليم والملك عبد العزيز رحمه الله تعالى